اشتركوا في القناة مثال للتعليل لكن المثال الذي ذكر ليس هو لفي إنما هو للفاء حصل لبس الأمر أقول المثال الذي ذكر ليس لحرف في إنما هو للفاء أخرج منها فإنك رجيم هذا المثال للتسبب في مادة الفاء وليس لفي لاحظتم هذا يعني حصل خطأ إنما في قد تكون للتعليل يعني قد تكون للتعليل ذكروا له أو له مثال فيما الخصام فيما الخصام أكذا يعني ذكروا مثال له والله أعلم وقول المصنف في حرف القاف قرآن له معنيان القرآن العزيز ومصدر ومصدره قرأة في بعض النسخ أيها الإخوة يمكن يعني يوضح النقص النقص الذي حصل القرآن العزيز ومصدر قرأة أي تلأ وفي نسخة الكتاب العزيز ومصدر قرأة الكتاب العزيز ومصدر قرأة بمعنى بمعنى أن المصنف يفسر القرآن بأنه الكتاب العزيز هذا واحد والأمر الثاني بأنه من قرأة قرأ أي تلأ قرأ بمعنى جمعه في اللغة يعني الجمع والضم الجمع والضم فيصير عندنا كم يصير عندنا معنيان القرآن العزيز الكتاب العزيز كما في نسخة لعله أحد يكون عنده نسخة أي مكتوب الكتاب العزيز ومصدر قرأة أو قرأة بمعنى الضم والجم فهذا يعني يزيل الإشكال الذي نعم يزيل الإشكال نعم والمثال يعني السابق كما قلت لكم في الفاء أخرج منها فإنك رجيم فوكزه موسى فقضى عليه هذا للتسبب وليس يعني هذا مثال للفاء وليس للفي طيب نكمل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصاحب أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله قضاء له سبعة معانٍ الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء ومنه وقضينا إليه ذلك الأمر قدر له خمسة معانٍ من القدرة ومن التقدير ومن المقدار ومن القدر والقضاء وبمعنى التضييق نحو فقدر عليه رزقه وقد يشدد الفعل ويخفف والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح لا غير من القضاء قام له ثلاثة معانٍ من القيام على الرجلين ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه ومنه الرجال قوامون على النساء وقام بالأمر ظهر واستقام ومنه الدين القيم ودين القيمة أقام له ثلاثة معانٍ أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم ومنه جدارًا يريد أن ينقض فأقام وأقام في الموضن وأقام في الموضع سكن ومنه مقيم أي دائم قيوم اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور معناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة ومنه قائم على كل نفس قيام له معنيان مصدر قام على اختلاف معانيه وبمعنى قوام الأمر وملاكه وقيم بغير ألف جمع قيمة وقيم بغير ألف جمع قيمة وقيم بغير ألف جمع قيمة قرض سلف قرض سلف والفعل منه أقرض يقرض أقصط بالألف قسطا عدل عدل في الحكم أقصط بالألف قسطا عدل في الحكم ومنه يحب المقسطين وقسط بغير ألف جار ومنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لاحظوا كيف أن حرفا واحدا غير المعنى قسط وأقصط قسط عدل وأقصط بمعنى إيش أقصط بمعنى عدل وقصط بمعنى جار حرف واحد غير المعنى فاللغة دقيقة نعم مقاليد فيه قولان خزائن ومفاتح قدس يقدس من التنزيه والطهارة وقيل من التعظيم والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به نعم قال يقول من القول وقد يكون بمعنى الظن ومصدره قول وقيل وقال يقيل من القائلة ومنه أو هم طائلون وأحسن مقيلا قفى اتبع وأصله من القفى يقال قفوته إذا جئت في أثره وقفيته بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره ومنه وقفَّينا من بعده بالرسل قرن جماعة من الناس وجمعه قرون قواعد البيت أساسه واحده قاعدة والقواعد من النساء واحده قاعد وهي العجوز قربان ما يتقرَّب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها وقربان أيضا من القرابة قَلَى يَقْلِي أَبْغَضَى وَمِنْهُ وَمَا قَلَى وَلِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ اقتَرَفَ اكتَسَبَ حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً قَصَصْ لَهُ مَعْنَيَانْ من الحديث وَمِنْ قَصِّ الْأَثَرُ وَمِنْهُ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيه قَرَرْتُ بِي عَيْنًا أُقِرُّ بالكسر في الماضي والفتح في المضارع قَرَرْتُ بِي عَيْنًا أَقَرُّ بالكسر في الماضي والفتح في المضارع وَقَرَرْتُ في المَكَانِ بالفتح في الماضي والكسر في المضارع قِصْطَاص أو قُصْطَاص ميزان قَتَر وَقَتَرَة غُبَار وهو عبارةٌ عن تغيُّر الوجه وَقُتُورٌ مِنَ التَّقْتِير قَارِعَ دَاهِيَةٌ وَأَمْرٌ عَظِيمٌ قَبَس شُعْلَةُ نَار قَنِطَ يَئِسَ مِنَ الْخَيْر قِرْتَاس صَحِيفَة وَجَمْعُهُ قَرَاطِيس حَرْفُ السِّين أسباط جمعُ سِبْط وَهُمْ ذُرِّيَّةُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِينَا الصَّلَاةُ وَالسَّلام كان له اثنى عشر ولدًا ذكرًا فأعقب كل واحدٍ منهم عقبًا والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب سبيل هو الطريق وجمعُه سُبُل ثم استُعمِلَ في طريق الخير والشر وَسَبِيلُ اللَّهِ الجِهَادُ وَابْنُ السَّبِيلُ الضَّيْفُ وَقِيلَ الغَرِيبُ سوَّى بالتشديد له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلها سواءَ وبمعنى أتقنَ وأحسنَ ومنه فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ وفَعَدَلَكَ سواءَ بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء وسواءَ الجحيم وسطها وسواءَ الصِّراط قصد الطريق سواءَ بالكسر والضم سواءَ مع ترك الهمز استثناءً وقد يكونُ من التسوية وفيها قراءتان نعم تواترتان نعم سُفَهَاء جمعُ سفيه وهو الناقصُ العقل وأصلُ السفَه الخِفَّة ولذلك قيل لمُبذِّرِ المالِ سفيه وللكفارِ والمُنافِقينَ سُفَهَاء سلوى طائرٌ يُشبِهُ السمَّانِ وكانَ يَنزِلُ على بني إسرائيلَ مع المن سألَ له معنيان طلب الشيء والاستفهامُ عنه وسألَ بغير همزٍ من المعنيين المذكُورين ومن السيل سبحان تنزيه وسبَّحتُ الله أي نزَّهتُه عما لا يليقُ به من الصاحبة والولد والشُّركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص قوله وصفات الحدوث هذه عبارة مُجملة الأولى اللَّا يذكُرَها فالمتكلمون يقولون صفات الحدوث يقصدون بها شيئًا وهو نفي بعض الصفات عن الله عزَّ وجل فيؤولون الصفات ومنهم من ينفي كالنُزول إلى السماء الدنيا والغضب والضحك والصفات الذاتية الوجه والعين وغير ذلك وقد سبَق أننا نُثبِت ما أثبَته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبَته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ولا تمثيلٍ ولا تشبيه وهكذا فالأولى أن تُجتنَب هذه العبارة نعم سَرَّ يَسِرُ مَسَّى لَيْلًا أَوْ نَهَارًا سَرَى يَسْرِ مَسَّى لَيْلًا وَيُقَالُوا عَيضًا أَسْرَى بالألف سَخَّرَ يُسَخِّرُ بِالكَسْرِ فِي الْمَاضِي وَالفَتْحِ في الْمُضَارِعِ سَخَّرَ بالتَشْتِيطِيدِ مِنَ التَّسْخِيرًّ سخرية بضم السين من السخرة وهي تكريف الأعمال وبالكسر من الاستهزاء وقد وردت هذه في القرآن سخرية وسخرية وردت فيها كراءتان ووردت في موضع وفي موضع بمعنى السخرية ووردت بمعنى التسخير ووردت بمعنى هذا وبالمعنى الآخر سلطان له معنيان البرهان والقوة ومنه لا تنفذون إلا بسلطان سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه ومنه يسومونكم سوء العذاب وأصله من سوم السلعة في البيع سائم يسأم أي مل ومنه وهم لا يسأمون سنة أي عادة سلف الأمر أي تقدم وأسلفه الرجل أي قدمه ومنه هنيئا بما أسلفتم سراء فعلاء من السرور سارع إلى الشيء بادر إليه إسراف إفراط والمسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي سوء عورة والسوء ما يسوء بالفتح والضم والسوء فعل من السوء وسيء بهم فعل بهم السوء سنة بفتح السين عام ولامها محذوفة وجمعها سنين وقد تقال بمعنى القحط والجدب سنة بكسر السين ابتداء النوم ابتداء النوم سنة بكسر السين ابتداء النوم وفاءها واو محذوفة لأنها من الوسن سلك يسلك له معنيان أدخل ومنه أسلك يدك أسلك يدك وفسلكه ينابيع ومن سلوك الطريق أسفار جمع سفر بفتحتين وجمع سفر وهو الكتاب ساح يسيح أيسار ومنه فسيح في الأرض والسائحون الصائمون سوّل بتشديد الواوي زيّن ومنه سوّلت لكم أنفسكم أمرا سرابيل جمع سربال وهو القميص سبأ قبيلة من العرب سموم شدّة الحر سلام له ثلاثة معانٍ التحيّة والسلامة والقول الحسن ومنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص فهو من أسماء التنزيه وقيل مسلّم العباد من المهالك وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة سلم بفتحتين إنقيادٌ وإلقاءٌ باليد وهو أيضًا بيع سلم بفتح السين وإسكان اللام صلحٌ ومهادنة سلم بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام سلم بضم السين وفتح اللام مشدّدة هو الذي يُصعد فيه أسلم يُسلم له ثلاثة معانٍ الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد ومنه فلما أسلم كل هذه المعاني التي ذكرها المصنّف سلام وسلم إلى آخره ترجع لمعنى الصحَّة والعافية الصحَّة والعافية كما ذكر ابن فارس رحمه الله نعم سعى يسعى له ثلاثة معانٍ عمل عملاً ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ومشى ومنه فاسعوا إلى ذكر الله وأسرع في مشيه ومنه رجل يسعى فاسعوا إلى ذكر الله ليس المقصود به السعي الذي هو الجري نعم سكن يسكن له معنيان من السكون ضد الحركة ومن السكنة في الموضع سكينة وقارٌ وطمأنينة سائغ سهلٌ للشرب لا يغصُّ به من شربه لا يغصُّ به من شربه سابِغات دُروعٌ واسعاتٌ طوال أساطير الأولين ما كتبه المتقدِّمون مُسيطِر أي مُسلَّط وقولوا أم هم المُسيطِرون أي الأرباب سُندُس واستبرق ثيابُ حرير وقيل السُندُسُ رقيقُ الديباج والاستبرقُ صفيقُه سُحقا بعدا ومنه مكانٍ سحيق أي بعيد سعير جهنم وسعِرت وسعِرت أوقدت سبب وجمعُه أسباب لا وخمسة معانٍ الحبل ومنه فليمدُد بسببٍ إلى السماء والاستعارة من الحبل في المودَّة والقرابة ومنه وتقطَّعت بهم الأسباب والطريق ومنه فاتبع سببا فأتبع سببا والباب ومنه أسباب السماوات وسببُ الأمر موجِبُه حرف الشين شعر بالأمر يشعُر أي علِمه والشعور العلم من طريق الحس ومنه لا يشعُرون شهدَ يشهدُ له معنيان من الشهادة على الشيء ومن الحضور شهداء جمعُ شهيد وله ثلاثة معانٍ من الشهادة على الشيء ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله شكراً قد تقدَّم في الحمد والشكر والشكور اسمُ الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزير الثواب وقيل المُثني على العباد شرى أي باع وقد يكون بمعنى اشترى شقاق عداوةٌ ومُعاندة ومنه ومن يُشاقِق الله ورسوله شهاب كوكب وقد يُطلق على شُعلة النار شجر هو كلُّ ما ينبُتُ في الأرض وشجر بينهم أي اختلفوا فيه شنآن وشنآن عداوة عداوةٌ وشر ويجوزُ فيه فتح النون وإسكانُها وفيه كراءتان شنآن وشنآن نعم شرعُ الله الأمر الذي أمر به والشريعة والشرعة الملة وشرعة الدواب في الماء شعائرُ الله معالمُ دينه واحدُّها شعيرةٌ أو شعارة شِرك له معنيان من الإشراك وهو أيضًا النصيب ومنه أم لهم شِركٌ في السماوات شُركاء جمعُ شريك مشحون أي مملُوء حرفُ الهاء الهُدى له معنيان الإرشاد والبيان ومن البيان وأما ثمود فهديناهم والإرشاد قد يكون إلى الطريق إلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام كما بيَّن العلماء الهداية نوعان هدايةُ إرشاد ودلالة وهدايةُ توفيق هدايةُ إرشاد ودلالة هذه يملكها الإنسان يعني يدُلِّط على الطريق ويرشِد إليه لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى نعم إنك لا تهدي من أحببت هذه الهداية التي لا يملكها إلا الله وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم هذه الهداية هداية الإرشاد نعم الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يُهدى إلى الكعبة من البهائم هاد يهود أي تاب ومنه هدنا إليك والذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا وأصله من قولهم هدنا إليك هود له معنيان اسم نبي الله يعاد عليه الصلاة والسلام وبمعنى اليهود ومنه كونوا هودا يعني هود بمعنى رجعوا أصل هذا يهود بمعنى رجع ومنه قول الشاعر يا من عصيت هد هد وارجع كمثل الهد هد يعني نعم هد هد هوى النفس مقصور وهو ما تحبه وتمين إليه والفعل منه بكسر الواوي في الماضي وفتحها في المضارع يعني هوية نعم والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض وأفئدتهم هواء أي متحرقة لا تعي شيئا وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع وقع من علو ويقال أيضا بمعنى الميل ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم هاجر خرج من بلاده ومنه سمي المهاجرون هجر من الهجران ومن الهجر أيضا وهو فحش الكلام وقد يقال في هذا أهجر بالألف الفحش من الكلام يقال الهجر الهجر نعم أهل لغير الله به أي صيحة والإهلال الصياح ثم استعمل في الكلام بغير صياح ثم استعمل في النية أي أريد به غير الله مهيمن عليه أي شاهد وقيل مؤتمن والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وقيل المشاهد وقيل الرقيب هوان وهون أي ذل مهين بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل حرف الواو وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه والوقود بالضم المصدر وجه له معنيان الجارحة والجهة ومنه وجهة ولكل وجهة وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه أي طلب رضاه وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات وقيل صفك اليدين وهو من المتشابه كما سبق يعني أن المصنف ويذكر أقوال السلف في كتابه في تفسيره ويميل إليه لكنه يعني يؤول الصفات في مواضع كثيرة وهذا من التأويل ولذلك ينبغي أن نتنبه لذلك فنحن نثبت يعني صفة الوجه كما أثبتها الله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما يليق بجلاله وأعظمته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل نعم وعد يعد وعدا بالخير وقد يقال في الشر إذا قيد وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير كما قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي نعم ود يود له معنيان من المودة والمحبة وبمعنى تعنى تمنى وبمعنى تمنى نحو ودوا لو تكفرون والود بالضم المحبة وود اسم صنم بضم الواوي وفتحها وفيه قراءة نعم لا تذرن ودا ودا قراءة نافئ نعم ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه وقيل محبوب ويل كلمة شر وقيل إن الويل واد في جهنم وجب له معنيان من وجوب الحق وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه وجبت جنوبها يقولون الواجب هو الساقط اللازم الواجب هو الساقط اللازم في تعريف الواجب نعم وسط وأوسط له معنيان من التوسط بين الشيئين وبمعنى الخيار والأحسن أمة وسط نعم وسع يسع ساعة من الاتساع ضد الضيق نعم والساعة والساعة الغنى والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة وقيل واسع جواد موسع غني أي واسع الحال وهو ضد المقتر وإنا لموسعون قيل أغنياء وقيل قادرون وإلا وسعى طاقتها ولى له معنيان أدبر وجعل واليا وجعل واليا وتولى له ثلاث معان أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا واتخذ وليا ومنه ومن يتولى الله ورسوله ولي ناصر والوالي اسم الله قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق مولى له سبعة معان السيد الأعظم والناصر والولي أي القريب والمالك والمعتق والمعتق وبمعنى أولى ومنه الله مولاكم ولج يلج أي دخل ومنه ما يلج في الأرض وأولج يولج أدخل ومنه يولج الليل في النهار وهن يهن ضعف ومنه وهن العظم والوهن الضعف ورد ورد الماء يرد إذا جاء إليه وأورد غيره فأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي لهم أوزعني أي ألهمني ووفقني يوزعون يدفعون يعني يوزعون يرد أولهم على آخرهم الجنود لما يتقدمون يرد أولهم على آخرهم هكذا يعني ذكر المفسرون نعم وليد صبي وجمعه ولدان وجل يوجل وجلا خاف ومنه لا توجل وجلت قلوبهم وجلون أو جس وجد في نفسه وأضمر وارى يواري أي ستر ومنه يواري سوءة أخيه وما ووري عنهما من سوءاتهما وتوارى أي استتر واستخفى وطأ يطئ له ثلاثة معان جماع المرأة ومن الوطئ بالأقدام ومنه وأرضا لم تطأوها والإهلاك ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم وقر بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن والوقر بكسر الواو الحمل ومنه فالحاملات وقرا ودق هو المطر واصب أي دائم وكيل كفيل بالأمر وقيل كاف وزر بكسر الواو وإسكان الزائ له معنيان الذنب ومنه ولا تزر وازرة وزر أخرى والحمل الثقيل وهو الأصل ومنه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا وزر بفتحتين أي ملجأ وزير أي معين وأصله من الوزر بمعنى الثقل لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله هو الثقل وأصله من الوزر بمعنى الثقل لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه والوسواس الشيطان أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معان كلام الملك عن الله للأنبياء ومنه قيل للقرآن وحي وبمعنى الإلهام ومنه وأوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشار وعى العلم يعني حفظه ومنه أذنوا واعية وأوحى بالألف وأوعى بالألف يوعي جمع المال في وعاء ومنه وجمع فأوعى حرف الياء يمين له أربعة معان اليد اليمنى والجهة اليمنى وبمعنى القوة وبمعنى الحلف وأيمنى أي إلى الجهة اليمنى يسير له معنيان قليل ومنه كيل يسير وهيي ومنه ذلك على الله يسير واليسر ضد العسر بأس أو يأس يأس من الأمر يأس يأس إن قطع رجاءه ومنه ولا تايس وتيأس من روح الله وإنه ليأوس وأما أفلم يأس ويأس الذين آمنوا فمعناه أفلم يعلم يم هو البحر ميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب واليسر بفتح الياء والسين من يسر لي كذا من يسر لي كذا إذا وجب واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة أقداح وهي الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها وبعضها لا نصيب له ويجزئونها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها وهذه من عادة الجاهلية وقد أشار إليها القرآن نعم ينبوع أي عين من الماء والجمع ينابيع فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها ينبوع أي عين من الماء والجمع ينابيع نعم من نبع الماء إذا ظهره كما قال تعالى تفجُر لنا إيش؟ من الأرض أو تفجُر لنا من الأرض ينبوع بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم وهداه ويجعلنا ممن فاز برضاه في دنياه وأخراه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته